بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم حلقة مهمة جدا ومفيدة لكل أصحاب السيارات والهواء هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا بتتواجد في معظم القطع اللي في السيارة وبتؤثر تأثير سلبي جدا لو حصل فيها أي مشكلة أو اهتراء نروح مع بعض نشوف الحلقة الجميلة دي ونشوف كل شيء فيها بالتفصيل هنتكلم النهاردة عن الحلقات المطاطية أو حلقات الربر المنتشرة في المحرك وفي أجزاء كتيرة جدا من السيارة ونشوف أداءها والمشاكل والخلل اللي بتعمله لما بيحصل فيها اهتراء أو مشكلة هنبدأ الأول بالحساسات السنسورز أو الحساسات بيبقى فيها ربر الربر ده مهم جدا عشان التثبيت لو الحساس ده موجود في مكان مهم زي حساس الكرانك أو حساس الكمات في بعض الأحيان بتلاقي فيهم ربر وانت بتركب الحساس في مكانه الربر ده مهم جدا عشان تسريب الزيوت وأيضا لو في مشكلة في الربر ممكن يؤثر على مكان الحساس أو تثبيته في مكانه بالضبط وحيؤثر على المحرك بالكامل وهيعمل تقطيع في الإشارة ومشاكل كبيرة جدا بتلاقي أيضا الربر ده موجود في حساس الهوى لو الربر مش موجود حيتسرب الهوى ويحصل مشكلة ورجى في المحرك وخلل كبير جدا وحتشعره بضعف المحرك وأداءه وضعف العزم طبعا بالتبعية حتلاقي جلد البخاخات ودي مهمة جدا إيه اللي بيخلينا نعمل جلد للبخاخات؟ والبخاخ بيبقى فيه جلدة علوية وجلدة سفلي مهم جدا الجلد أو الربر ده ليه بعمله؟ بعمله عشان أنا ما أقدرش أعمل المحرك سولد يعني ما أقدرش أربط البخاخ بصمولة في مكانه وحربطه إزاي في المحرك أو في راس المحرك وحربطه إزاي في المسطرة مهمة صعبة جدا عشان كده لازم أستخدم الجلد أو الربرات في تثبيت البخاخات طيب لو فيه تسريب أو تهريب أو خلل أو اهتراء في الجلد بتاعت البخاخ إيه اللي هيحصل؟ هيحصل تسريب في الوقود هيحصل ضعف في العزم هيحصل إراية لحساس ضغط الوقود اللي موجود في المسطرة أو في خط الوقود هيحصل ضعف في المضخة حتلاقي عندك جهاز الفحص وكشف الأعطال بين لك أعطال كبيرة جدا ومشاكل كبيرة ممكن تكون المشاكل دي بس في الجلد أو الربرات حتلاقي عندك الجلد أو الربرات الخاصة بعمود الكرانك إيه المشكلة اللي هتظهر لي؟ هيظهر لي تسريب للزيت من عمود الكرانك عمود الكرانك أو الربر بتاع عمود الكرانك بيبقى عليه غطاء أو كفر في الجزء الأمامي أحيانا السيارات اللي هي بتبقى على شكل V أو على شكل W بيبقى عمود الكرانك في المقدمة ما بيبقاش في الجنب ده بيحتاج للكفر عشان الطراب اللي بيقابله لما السيارة بتمشي بيجي الطراب أو الأتربة بتبدأ تدخل إلى الربر وتسبب للأسف تهريب للزيت عندك كمان الربرات المهمة جدا اللي موجودة في الفلاتر في ربر بيبقى في فلتر الهوى أحيانا حسب التصميم أو الربر بيبقى موجود في الغطاء بتاع الفلتر لو في تهريب أو خلل أو تشكك في الربر ده هيعمل لي مشاكل كبيرة جدا وضعف العزم واهتزاز المحرك وأنا أفكر إن المشكلة من حاجة تانية كبيرة ويطلع الأمر أو المشكلة أساسها الربر بتاع فلتر الهوى فلتر الزيت بيبقى له ربر لو الربر ده مش متركب كويس بيبقى فيه تسريب والتسريب ده بيتبعه ضعف في المضخة وخلل في التبريد بتاع المحرك فمهم جدا أخلي بالي من الربرات وحافظ عليها مهم جدا أبدأ بالأعطال البسيطة أو بالمشاكل البسيطة الأول أفحصها لإن جهاز الفحص هيجب لي العطل أو الخلل في حساس الهوى وتبقى المشكلة في الربر الخاص بالحساسي بأول حاجة أشيك على الربر طب جهاز الفحص جاب لي مشكلة في دائرة الوقود يبقى هعمل اختبار وشيك على الربر الخاص بحساس الوقود وهكذا أبدأ بالأسهل فالأسهل ويا رب حضراتكم تكونوا استفادتم وكل عام وأنتم بخير